المرة الأولى تكشف اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن حجم فوائد القروض لعام 2019 والتي بحسب بيان رسمي تجاوزت الخمسة مليارات دولار نسبة هي الأعلى منذ أكثر من عقد دفعتها الحكومة العراقية فوائد قروض خارجية الاقتراض الخارجي يكمل حقيقة السياسة الداخلية بل يتدخل حتى في رسم السياسة الداخلية والخارجية العراق من المفترض في ظل الأزمة العالمية أزمة النفط وجائحة كورونا من المفترض أن يخاطب المؤسسات الأممية وحتى المصارف العالمية بتأجيل دفع القروض والفوائد باحتبار أن هناك ضرف طارق أقوى من العراق بل أقوى من كل العالم ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي من بعض القوى السياسية التي تمتلك بنوك محلية وكذلك إلى الاقتراض الخارجي سواء من صندوق النقد الدولي أو من بعض المؤسسات الأجنبية الخارجية وخاصة الأميركية للأسف 130 مليار دولار حجم الديون التي كبلت بها الحكومات العراقية التي تعاقبت على مقاليد السلطة منذ عام 2003 النسبة الأكبر هي للدين الخارجي أما الدين الداخلي الذي يقدره القطاع الخاص بنسبة 30% من إجمال الدين العام أصور القروض الخارجية والداخلية العراق استدان الكثير من مؤسسات ووجهات رسمية لكن واقع الحال يقول بأن الموازنة لعام 19 وعشرين تلكت كثيرا وبالتالي سيكون هناك إمكانية الخزين وتحريك الرصيد العراقي الثابت في البنك المركزي العراقي كما حصل في مسألة الرواتب الموظفين بالواقع موضوع الاستدان الخارجية أو حتى الداخلية هذا موحل وإنما مشكلة إحنا اليوم لنسد العجز ميزانيات نوعية بالاستدانة في جميع دول العالم قبل أن الحكومة تخطو خطوة الاستدانة هناك دراسات كثيرة حول كيفية استثمار هذه الأموال كيفية الاستفادة منها وكيفية إعادتها إلى الجه المدينة بينما نحن اليوم نعالج المشكلة بمشكلة أخرى وهذا يحمل العراق ديون كبير ويحمل أجياننا القادمة ديون كبير تخبط في إدارة الموازنة العامة وغياب دراسات اقتصادية والعمليات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية وانخفاض أسعار النفط ساهمت في زيادة حجم الدين العام يقول مراقبون البيانات الحكومية تؤكد أن عجز موازنة العام الحالي وصل إلى ما يقارب الأربعين بالمئة ما دفع البرلمان إلى التصويت على قرار منح بموجبه الحكومة صلاحيات الاقتراض الخارجي والداخلي ما يعني زيادة حجم الدين وبالتالي ارتفاع نسبة الفوائد التي يؤكد اقتصاديون أنها الأعلى بسبب وضع العراق الأمني والسياسي عمار مهر المملكة بغداد ترجمة نانسي قنقر